السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة تيكلا ستيل ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض كرس المحترفين بتاع ديزاين للستيل النهاردة هيبقى اخر فيديو معنا في كرس المحترفين هنعرف احنا اخدنا ايه قبل كده احنا اخدنا قبل كده الديزاين النهاردة هناخد الكنيكشنز هناخدها كلها في سيشن واحدة عشان تبقى سيشن كاملة ومتكامل طيب الكنيكشن هناخد فيها ايه هناخد فيها كونيكشن بتاعة الكولوم مع الرفتر هناخد الرفتر مع الرفتر والكولوم مع البيم والباس بليت هنعرف ازاي نصممهم كلهم منول تبقى معنا بالشرح طيب زي ما احنا قلنا هناخد النهاردة الكنيكشن طيب نبدأ نتفرج كده ها نفتح الساب هدي كده مثلا الواجهة بتاعتنا هيبقى في هنا كونيكشن ما بين العمود ورفتر وفي هنا صبعا مبين العمود والرفتر و الرفتر وهيبقى في هنش على حسب بقي التصميم كده عمليناه وهينا نفس الموضوع وهنا كمان هيبقى فيه بين الكاميرا والعمود وهينا بين العمود والكاميرا وبعد كده هيبقى في انها خالص بتاعنا طيب نفتح البيدي اف هنشوف كده الرسمة بتاعتنا اهيت هتمشي ازاي اهو تبصوا كده زي ما احنا اتفقنا في هنا اهيت ما بين العمود والرفتر وفي هنا نفس الموضوع وبعد كده هنا في وهنا في وهنا بتاعات الميزانين وهنا عند الاداري اهو وقال كده بتاعتنا طيب احنا اول حاجة هناخدها النهاردة هنصمم الكونكشن هاي اللي هنا ما بين عمود ورفتر تمام تمام طيب نبدأ كده نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده بتاعتنا بده تصمم على تلات حاجات اول حاجة بنصمم اللحام تاني حاجة بنجيب الاند بليت نشوف السيكنس بتاعه كامل تالت حاجة بنصمم المصامير يدوبك اي كونكشن لها ثلاث حاجات تمام طيب الكونكشن الاولية زي ما احنا قلنا كانت العمود مع الرفتر بتبقى هنا كده كونكشن هي ديه العمود هنا بقطع والرفتر هي اللي بتمشي كده تمام فانا بدرس هنا الرفتر يعني ده قطاع الرفتر اللي هو اي بي 33 تمام طيب بيقولك اللحام انا بفرض لحامين عندي لحام للويب ولحام للفلانش طيب اللحامات الفلانش انا هفرضها ب12 مليا والويب ب5 ملي او 1.8 سنتي يعني اي ان كان اول حامات بالتقالب بالملي يعني نشتغل فيها بالملي طيب عندي حاجة تانية حاجة قريبة اللي هي اللي هي الستروني اكشن الديمنشن ديها برا غانية برا ان انا رسمت الاي سيكشن دي اي بي تلتمية طبعا كلها مالجدول الارتفاع بتاعها ب33 الفلانش العرض بتاعها ب16 بعد كده حتة الزوارة دي ب6 واربعة طيب من تحت من هنا لتحت هنا من هنا اهوت ليه هنا دي ب26 واربعة كل ده الكلام ده من جدول من جدول طيب المومنت والنورمال والشير بنجيبهم منين بنجيبهم من عالساق تمام بشوف انا المومنت اعلاق بين العمود والرافتر وعلي النورمال بكم وشير بكم طيب ثالث حاجة بقى هنخش نجيب بالروبرتز اريا عايزين نجيب الاريا بتاعتنا بجيب هنا الموضوع بالقسم من الاريتين اريا ويب واريا فلانش طيب عادي الفلانش اول حاجة بنجيبها ازاي هنا الرسمة بتعتمد على الرسمة اول بيقولك عايز تجيب الاريا للفلانجات دي طيب هتجيبها ازاي بيقولك بص يا عام هتضرب اللي اتنين فيه الستاشر في واحد واثنين الستاشر اللي هو العارض ده عارض الفلانش اهو في واحد واثنين اللي هو السمك اللحم اللي انا فرضه زائد اربعة ليه اتنين ادي واحدة اهي فوق اهي واحدة اهي تحت اهي اريا بندرس الشكل عادي خلص رايز يكون بتجمع الاشكال ادي واحد واثنين اهو عشان كانت اثنين طب الاربع يا ادي واحد اتنين الهاته صغيرة تلاتة اربعة تمام يبقوا اينا الاربعة فييه الطول ده اللي هو ستة اربعة من عشرة فيه واحد واثنين ايه واحد واثنين عمينا برضو صمك يبقى عشان نجيب area الفلانج نضرب العرضين في صمك اللحام زائد الاربع الصغيرين في صمك اللحام طبعا عايز نجيب نفس الموضوع للويب عادي الاريا ويب بيقول لك بص الاريا ويب اتنين لان في هنا ادي ويب صغير و ادي ويب يبقى في اتنين ويب فيه الطول ده اللي هو 16 اربعة طبعا مناخدش الطول الكبير ده الويب من اول هنا لهنا بس تمام عادي الويب من هنا لهنا يبقى انا بدرسة قدر الصغير فيه النص ايه النص ده صمك اللحام للويب اللي انا هفرض وانا هشرح فاول مرة هنا كويس جدا والباقي كله هيتكرر تمام فجبنا الاريا ويب وجبنا الاريا فلانج اين كانت اسمياتهم وبعد سجيب حاجة اسميها الاريا تو طالع تجمع ده ساعد ده تمام تمام طيب الاف وان والاف تو والاف سري ايه الحاجات دي الحاجات دي منجبها علشان هنعمل بها في معادلة الاتشيكات هنا الاف وان دي بتساوي ايه بتساوي اتنين ليه اتنين هتعرف اتنين اللي هي الفلانج اكتا اتنين في ايه اول حاجة يعني دي اي اف وان دي هي تبع الافلانج تمام 16 اللي هو اعرض الفلانج في 1 اتنين من 10 تكعيب على 12 اللي هي bf h تكعيب على 12 تمام الbf 16 هاتش واحد واثنين السبنزل على لهام تكعيب على 12 زائد التول اللي هو ب 16 في 1 اتنين سمك اللحام في 16 ونص تربية تربية. ايه 16 ونص ده اللي انا باخد عند المنتصف هنا. اسمت كده الشكل نصين باخد عند المنتصف. 33 اسمها الاثنين اللي هي 16 ونص. طيب يبقى كده عرفت اجيب الف واحد اللي هي الفلنجات طبع عايز اجيب الف اتنين انا كانت خدت نقطة هنا في النص وعايز اجيب عندها الفلنج لكل. طيب تاني حاجة هنا للفلنجات الكبير دي اللي هي الستة واربعة الصغيرين. بتيجي ازاي قالك فيه اربعة منهم. بتقدر الاربعة بره وتاخد عمل مشترك. ستة واربعة في واحد واثنين من عشرة تكايب على اتناشر بي في اتش تكايب على اتناشر دي اللي هنا. بس طبعا الطول هنا تصغير هنا كانت الطول الكبير. زائد ستة واربعة اللي هو الطول ده بتحط هنا على طول. في السيكنس اللي هو ده واحد واثنين. في المسافة ما بين النص اللي احنا جايبين عندها هي 16 ونص طيب. عايزين نجيب الف لالفلنجة الكبيرة ودي الفلنجات الصغيرة وده الويب. طيب الويب هنا عند المنتصف هو عمودي عليه مش موازي فانا ما باخدش غير بي اتش تكايب على اتناشر. البي اللي هي بنص ان انا باخد الموازي ليه. الموازي ليه اللي هو السيكنس. انما العمودي عليه اللي هو الاتش. العمودي عليه اهو ستة وعشرين واربعة. المسافة دي كلها تكايب على اتناشر. طلع معايا برضو برقب. يبقى انا اخدوا بالك في موضوع البي اتش تكايب على اتناشر اللي هو الاي. بتيجي ازاي بتيجي. ان الموازي في العمودي تكايب على اتناشر. الموازي في انا باخد هنا عند الخط ده كده. الموازي ليه اللي هي ستة واربعة. طيب. العمودي اللي هي المسافة دي نص من هنا لهنا. طب بالنسبة للويب لأ الموضوع هيختلف. الموازي للويب اللي هو السيكنس اللي هو نص اللي انا فرضه هنا بنص. طيب العمودي اللي هو الدول ده كله ستة واربعة. في على الاتناشر طرع معايا الايوب. انا جبت اي وان واي تو اي سري اللي هي ايفلانشتين واي وويب وجمعتهم. طيب. ليه بجمع هنا اقول لك بقى انا في شكاية مهمة اقول. انا عايز ادرس ان الفلانجات دي اكتر مكان عندي بيتأثر عليه الويلد. يعني ان انا بلحمه لان ده اكتر مكان عندي ضعيف. تمام? انا برسم هنا ادي كده بتاعت الاي. انا بيقول لك دي اول الفلانجة خالص ودي نهاية الفلانجة اللي ورا سمتها كانت دي الاي اهي. تمام? طيب انا عندي بوينت هنا وبوينت هنا دول اضعف اتنين بوينت بيتأثر عليهم في الاي بي اي كلها. تمام? طيب. انا ادرس حاجتين. هجيب عند بوينت وان. بوينت وان احنا شفناها اللي فوق خالص. بيقول لك في حاجة اسمها الاف افكت. بيتساوي ايه? عم بيتساوي النورمال على الاريا على الفزائد الام مع الاي في الواي. طيب. الاي دي? الاي دي اللي انا جابها من هنا الاي توتل. تمام? يبقى انا كنت بضيب الاي توتل دي عشان انا اخطها بس في المهات اللي هنا وعمل اللي تشك. تمام? تمام. طيب. بجيب حاجة اسمها الاف افكت. الاف افكت بتساوي الان على الاي? الان هنا بين السابق اللي هو النورمال. الاي هنا خمسة وسبعين. اهيات الاي توتل. جابنها من هنا اي ويب واي فلانش. تمام? طيب الام اللي هو المومنت مضربه في مية عشان تحويله. على الاي الاي اهيات. اهيب هنا هنا اهيات. في الواي. الواي دي اللي هي نصف المسافة دي عند المنتصف اهيت برض وغدين عند المنتصف اللي هي نص الارتفاع Egg 16 نصف. نصف 33. طب ليه اصلا 33? احنا قلنا انا ه arma ندارس اسمه 23000 اللي هي بتاعت الرفتر. تمام? تمام. طلعنا الاف افكت. طيب الاف اياف يو. الف يو هنا بتاعته وستة لو حديدة 36 تمام? الف الاووبل طلع باف او listen. kun round seven and meanwhile الف اuous او تبيح او أول point عندي مسايفة إن الأكبر من الأفكت عايز نجيب عندي point 2 اللي هي ديت بيقول لك الافة هتساوي إن على إي زائد الأم على آي في واي طب ما هي هي لأ بص بقى normal على area هي هي والmoment على آي هي هي لكن الواي الواي هي بتساوي إيه مش بتساوي 33 على 2 هنا بتساوي 33 على 2 زي ما احنا عارفين هنا لأ هنا بتساوي 26.5 على 2 طب ليه لإن أنا مش واخد الارتفاع كله وأنا واخد المسافة من هنا اللي هي جوه الفلنج من جوه أهي تمام أنا بقدرس من جوه هي أنا هي دي اللي هيختلف أو هو ده اللي هيختلف الطول بس اللي هم هي بقوبوين 4 9 طيب هنا كمان فيه الشير هنا هناخده معايا في الحزبان الشير في الطرفة خالص ما بناخدوش معاه لكن جوه الشير بيبقى كبير معايا وبنلازم نشهيك عليه طيب الشير بيساوي هي؟ بتساوي الكيوب على إيه ويب الكيوب 4 و 2 طيب الاريا مش الاريا توتول الاريا ويب هي الاريا ويب 26 و 4 تمام؟ إن أنا هنا الشير بيأثر معايا على الويب أكتر طيب معايا بأوبوين 2 5 9 طيب هجيب حاجة اسمها الاف افكت هنا الاف افكت كنت بعود في المعادلة الأطول قالك هنا لأ هنا بتجيب اف بس وبتجيب كيوب بتحطونه في معادلة جزر الاف تربيع زي 3 كيوب تربيع الاف تربيع جبناها اهيت من هنا والكيوب اهيت وضربناها في 3 وربعنا الاتنين طيب اوبوين 5 6 طيب الاف اول هنا بيساوي كان بيقولك بيساوي واحد وواحد في اوبوينت 2 تلع معي يعني هنا كان اوبوينت 2 اف يو بس هنا واحد واحد في اوبوينت 2 اف يو تلع مع اوبوينت 7 9 2 اوبوينت 5 6 يبقى انا اوكي سيف الاف اللي هوبو الاكبر من اف كت يبقى انا كده كل الموضوع ده عشان كده اقوله اوكي انا اخدلي بتاع الفلانج ب12 ميلي و الواب ب5 ميلي او واحد واثنين سنتيق انا هنتكلم طبعا بالميلي طيب كل انا الاتشيكات دي والشغل ده عشان بس اثبت الفرض اللي انا فرضه هنا طيب الموضوع ده لو ما كانش سيف معها لو ما سيفش معي في الفلانج اللي هي هنا اللي ما سيفش هنا يبقى انا ما كانش مسيف معي في الفلانج وهنا لو ما سيفش هنا يبقى ما كانش مسيف معي في الواب يعني انا الوينت 1 للفلانج والوينت 2 للواب لو ما كانش مسيف معي في اول واحدة كنت اخليها 14 ميلي طبعا اللحام عندنا بيمشي ب2 ميلي زيادة تمام يبقى كنت اخدها 14 ميلي 16 ميلي وهكذا طيب في الواب كنت اخدها ب6 ميلي تمام يبقى انا كل الموضوع ده عشان يعني اشوف الفرض اللي انا فرضه للسيكنس بتاع الويب الفلانجي والويب تمام كل ده عشان اثبت بس ان سيكنس الويب بقى بنص 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 سنتي او خمسة ميلي وسيكنس الفلانجي باثناشر ميلي يبقى انا كده صممت اول حاجة واعرفت سيكنس اللحام كده عرملت اللحام خلاص طيب تاني حاجة عندنا عندنا ازاي نصمم الانت بليت طبعا احنا عارفين بتبقى فيها كده يبقى فيها مسامير من هنا ومن هنا ومن هنا وبتبقى مرحومة ورا في الحام يعني لو جبنا العمود كده كده ادي عمود وفيه هنا ادي احيات ملحومة كده بالشكل وادي الرفتر تمام بيبقى فيه هنا لحام كده لحام بيه لحم هنا اعرفنا السيكنس طيب عاردين نصمم الانت بليت زيت نفسه الانت بليت بتصمم على حاجة اسمها كوة الخلعة تمام 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 ويتنشنت تمام طيب تصميم الانت بليت بيجي ازاي التي اكسترنال بيجي ازاي بتساهم الام على الاتش ناقص التي فلانش طيب الانبيداء اللي هي المومنت اللي احنا نزاله من السهم الاتش الى من الجدول من البيل beits Kit 332 بتاعت الرفتر كوه ده شغالي ب Leon ناقص التي فلانج برضه من الجدول بتاعت IP 332 ترامة 23 وغين تسع طيبعاً دا بطاني طيب انا شغال مسامير ايه انا شغال بمسامير عشرين طبعا انت في الاول كتبت لنفسك كتر مسامير والقطاع بتاعها انا انا شغال في المشروع كله M20 ومسامير اللسترنت بتاعها عشرة وتسعة تمام؟ انا نصبت لنفسك كل ده في المشروع مجيب ال M البليت بيسوي ايه؟ بيسوي M في L عالثمانية طيب ال M باربعة عشرون وتسعة نحن نسا جيبناها هي زي المومنت يعني في ال L ال L دي اللي هي بتساوي 6D انا بفرضها كده اللي هي 6D طيب 6 في D اللي هي كتر بعشرين يعني D باثنين على الثمانية الم في L عالثمانية طيب 36 بوينت واحدة على 6 طيب هجيب ال T للبليت بقى انا جبت هنا ال M بجيب حاجة اسمها T للبليت بتساوي ايه؟ تساوي جسر ال 6M على FB في B طيب ال 6 هي في ال M اللي نسا مطلعها على FB اللي هي FB أو بوينت خمس ثمانية في اتنين واربعة على ال B ال B دي اللي هي بعشرين علشان المصمار تمام؟ تمام طيب في حاجة تانية اللي باجيبها ال B ال B دي بتساوي ال B دي صعبة شوية قانون طويل شوية بتساوي فوق خالص في البسط نص ناقص ناقص W في T B أس 4 على 30 A B تربيع في ال area S أو ال A S تمام؟ على 3 A على 4 في A على 4 B زائد 1 زائد W في T أس 4 على 30 A B تربيع في ال A S كل ده بتداره في T أس 4 اللي نجيبها من هنا خالص تمام؟ طيب أود تحويض مباشر عادي خالص النص ال W عندنا بعشرة وال T B ب 2 و 8 وال A وال B كل واحدة فيهم ب 3 دي كده يبقى 30 في 3 في 3 تربيع في ال area S T اللي هي 2.45 ده من الجدول طبعا كل ده من الجدول ال A وال B 3 في 3 على 4 في 3 على 4 في 3 زائد 1 طيب اقفل هنا ال W بعشرة زي ما احنا عارفين وال T 2 و 8 على 30 A B 30 في 3 تربيع فيه 2.45 اس من الجدول نحنا نقول نفس الكلام جاني تقريبا هو نفس الفوق اللي هو يعني ال 2 دول زي بعض بس طبعا في ناقص وفي زائد من فعش يروحهم وبعض في T X اللي نطلع معي ب 7 طن وكسر ال M1 بتساوي ايه؟ بتساوي ال B في ال A ال B اللي أنا لسا جابها من هنا هي بس طبعا طيب ضربناه في بعض طلعب الرقم 21 وكسر بجيب حاجة اسمها D بلاد السيكنس للبلاد طيب بساوي ايه؟ بساوي جسر الستة في ال B ال M1 دي اللي نتسجي بها على O.58 في 2 و 4 في 20 20 دي اللي هي ال B فلانج تمام ال B فلانج يتيجي هيت بتيجي من الجدول تمام؟ بتيجي من الجدول بتاع ايه؟ يعني هو عاوز يقولك ايه؟ عاوز يقولك ان انت عندك الرفتر العمود كده اللي هيتحط عليه البلاد تمام؟ ادي العمود تمام؟ فهو بيقولك البلاد انت هتحطه ال B بتاعته اللي هي ال B فلانج دي ما ينفعش تبقى اصغر او اكبر من ال B بتاعت العمود تمام؟ يعني هو بيقولك ادي العمود و ادي ال B فلانج بتاعته هي هي بتبقى عرض البلاد يعني ال B فلانج دي هي هي عرض البلاد تمام؟ يبقى انا عرض البلاد معي ثابت تمام؟ يبقى انا ال L بقى ال L طول البلاد طيب طول البلاد بتاخده ايه؟ بتقول ال L L L L L بقى انا ممكن ازود فوق هنا وحطه مصمار وتحت مصمار انا بزود مسافة 12 البلت بitzer البلت هاتف ب ذلك هي بآثرة ١٣ ميلي الجزء بالأعمال في الىتي veio بـ ٥٠ ميلي جيدة always באعالي طيب الطول العرضي بتحدد ازاي؟ الطول بيتحدد ان هو نفس الطول بتاع الـ H بتاع الـ IPE يعني 330 نفس بتاع الـ Rafter يعني هنا الـ Rafter آية هتتحرك كده نفس الطول الـ Rafter بس بزود عليها حتة من فوق وحتة من تحت اللي هي 6 ملي مثلا و 6 ملي 5 ملي يعني بزود في 12 ملي او 12 ملي اي ان كان براحتك على حسب بتحط مصامير ولا لأ يعني انا كده ممكن اشوف كده هنا هو في ادي كده هنا تكي مع بعض كده هنا في وشيح نشوف كده ايه نشوف مع بعض الرسمة ادي كده ادي الطول اهوت بيبقى نفس طول الـ Rafter بس هنا عشان فيه هونش بيبقى طول الـ Rafter مرتين و بنزود حتة تحت هنا هي وحتة فوق بحيث لو في مصامير تحت او مصامير فوق بتبقى بنزودها مثلا 10 ملي ويقاتي الطول طيب العرض بيبقى نفس عرض اهوت لو تاخدوا بالكو نفس العرض بتاع الـ Rafter يعني العرض هنا الـ Blanch هي الـ Blanch بتاعت الـ Rafter كانت بـ 16 خدها بـ 16 كانت بـ 20 خدها بـ 20 كانت فلانج بتاعتك بـ 20 طب الطول زي ما احنا اتفقنا الطول بطول الـ Rafter سائد 10 او 10 ملي اللي هتحطت مصامير تحت او مصامير فوق او كده طبعا هنا الرسمة جيه اصلا خلط انا بس بغطيبه كده على التكلة رسمة بسيطة طيب احنا انا كل اللي بعمله ده عشان ايه اصمم الـ Sickness بتاع البلات طبعا بـ 22 ملي وعرفنا كده هيبقى نعرف نعرف نفس البلات وعرفنا اللحام الفلانج والـ Waibon طيب فاضل لي ايه فاضل لي عز المصامير زي ما انا قلتلكو انا باشتغل المشروع كله بمصامير ثابتة انا هنا اواخد قدر مصمر اما 20 والـ Strength بتاعها بـ 10 و 9 طيب فيه جدوى للمصامير في الكود بتاعنا هندخل نجيب المصامير دي بـ 15 و 4 الـ PS بـ 4 و 9 الـ A بـ 13 و الـ AS بـ 2.45 كله ده من جدوى المصامير طيب المصامير بيأثر عليها ايه بيأثر عليها حاجتين الخلع هو الخلع وبيأثر عليها الشير الشير هنا بيساوي Q على الـ N الان ده اللي هو عدد المصامير طيب الـ Q بـ 4 و 2 انا فرضت ان العدد 8 طيب انا مشيك اشعر الكلام ده انا عايز بقى اشوف هل التمانية هيكافه معي ولا لا يعني انا كل الموضوع المصامير بشوف هل عدد المصامير ده هيكافه معي ولا لا طيب بجيب كله الخلع بيقول لك بتسوي ايه؟ بتسوي الـ M على الـ H على الـ 4 طيب الـ M اللي هو الـ moment الـ H ارتفاع 39 ناقص T فلانج كلها من جدوى الـ IBE 330 تمام؟ كل احنا شغلين على الرفتر كل شغلين هنا على الرفتر طلع معيه بـ 5 و 9 طيب بيقول لك هنا حاجة بيقول لك ان T بتدينا الـ B S طيب T ناقص T اكسلنا بتدينا الـ B S داش دي كده معادلة تمام طيب T اعود بدلها بـ 1540 تجيبناها منين؟ اهيط بتاعت الـ A المصمار والـ B S للمصمار طلع معيه 4 و 9 و 3 طيب T ناقص T اكسلنا T اهيه نفس T والـ T اكسلنا اهيه بقوه بـ 5 و 9 بتسوي الـ B S داش عايزين نعرف الـ B S داش في كام داف ده على ده طلع معي الـ B S داش 3 و 4 طيب T اللوي بتسوي ايه؟ بتسوي 6 من 10 T يعني T دي نضربها في 6 من 10 العية دي اهي 5 و 9 ضربها في 6 من 10 طلع 15 و 4 و 3 تصور T دي طلع معي 9 و 2 و 8 طيب يبقى انا كده الـ Q اقل من الـ B S داش يعني الـ Q اللي انا طلعه دي تبقى اقلم الـ B S داش دي طلع معيه اول حاجة تمام طيب و T اكسلنا لتبقى اقلم T اللوي T اكسلنا لطلعنا بكام؟ بـ 5 و 9 و T اللوي اللي احنا طلعنا بـ 9 يبقى انا تمامي يبقى انا كده 8 مسامير معي مسايفين و 100 مية طيب شكل الرصلي طبعا غلط انا بس قدنا كنت عاوز اغريكو انا بزود هنا ليه؟ بزود تقريبا هنا 6 ميلي وهنا 6 ميلي حتى نحط المسامير ده بالنسبة للطول وده طول الـ IPE الرفتر باخده طول و ازود من هنا طب العرض نفس العرض الـ BF السكنس احنا جبناه من هنا هاد المسامير جبناه من هنا هترصي بقى ازاي على حسب على حسب الرصي بتاعك لو في تنشن ولا في تنشن عليها من تحت او من فوق و كده يبقى احنا عرفنا صممنا اول اول ايه اا اول كونكشن لنا اللي هي عمود مع رفتر طيب الكنكشن دي وقفة كلها على الـ IPE في قطاع بتاع الرفتر زي ما احنا شوفنا طيب هننزل تحت هنا مش ما هتنسيه بدلوقتي هننزل هنا يبقى احنا خلصنا هنا خلصنا هنا اول C1 طيب الـ C2 هتختلف عنها لا مش هتختلف عنها نفس الموضوع الـ C3 و C4 مش هتختلف عنها بس انا ايه هنمشي كده بسرعة برضو الـ C2 مش هتختلف نهائي نفس الموضوع الـ IPE 330 هنجيب الاريهات بتاعتنا لده IF طيب انا اعمل تشيك عند .1 ونشوف شيك معي وانا السكنس معيه تمام بـ 12 ملي و 5 ملي بعد كده الـ End blade انا عارف ان نفس الطول بتاع 330 ونزود عليه 12 ملي على 20 مصمرين والعرض نفس العرض الـ Blade هو عرض الـ Rifter والـ Sickness احنا شوفنا هنا طلعه بـ 20 ملي ونشتغل احنا بالزوج يعني 22 ملي 24 ملي في الـ Sickness يعني وعلى المسامير ازاي ما احنا عرفنا ازاي بتشيك عليهم وبنفردهم طلع بـ 8 على حسب الفرط بتاعك بتحطها الماكنهم والـ C 3 نفس الموضوع مفيش اي مشكلة وحديب برضو الـ IRIAT وIF وحنشوف وعاد المسامير طيب هنا العمود في النص وفيه رافتر كده وفيه رافتر كده فأنا هنا قلت له انت هتستخدم Two Blades يعني هتستخدم بلتة هنا وبلتة هنا ونفس كل نبشنا دي اللي عتيجي مين هي هاي اللي عتيجي شمال تمام؟ دي المعنى اللي هي Two Blades يعني حتى هنا هتلاقي بص صغير بـ 16 وانا خطة بـ 18 ونفس هاد المسامير اهود انا خطتها من تحت لانا بيبقى على حسب الـ Tension and Compression ثمان مسامير مفيش اي مشكلة السي اربعة دي بقى اللي انا قدت ايه جاية اقف عندها شوية دي هنا IPE زائد هونش تمام؟ ادي هنا في الرسم اهيد متفرج عليها هات V تمام؟ تمام؟ عادي كده زي ما احنا شايفين الرافتر الوسطانية أو D Connection الميزانين بتبع عبارة ايه؟ بتبع عبارة عن بلتين في النص البلتة ملحوم في الروافتر دي وبيقابلوا وافطينة فيهم مسامير بتحطينهم مسمرين كده ما من فوق مسامير في النص ومسامير تحت لو في هنش اهل ما فيش هنش طيب ارتفاع بيجي الساعة؟ بيجي من طول الرافتر وطول الهنش المفروض ان الحنش سيكوني بيبقى قطاع الرافتر تمام؟ يعني هذه الحنش بتغير تشايير ويبقى نفس قطاع الرافتر ويبقى ارتفاعي مثلا دي IP ايهه ستة ملي من هنا وستة ملي فوق تمامي وقت الارتفاع طب العرض نفس عرض ممكن تزيد عليه او ممكن تزيد عليه طيب السكنس زي ما احنا عارفين بيجي من ايه من القوانين دي طب اول حاجة الول هنا عليها مومنت تمام منجيب بردو نفس الموضوع مش هيهيقني في اي حاجة نفس العرض والطول منجيب الاربعة في الصغيرة واثنين في الكبار واثنين في الويب عادي خلص ولا هيجيقني في اي حاجة بين 1 و بين 2 وهي الاسكنس برضو 12 ملي و 5 ملي الانت بليد بقي يبقى عادي خلص من قوى الخلق وطلع معيه ب 12 ملي هنا احنا مساولين 14 ملي مش 12 بس فوق وتحت تمام مفيش اي مشكلة على حسب بنت تصميمه وكمان بنطلع عدد المسامير هنا طلعناهم بعشر مسامير فيش اي مشكلة طيب السي خمسة هنا يا بران اي عايز اوضع لكم في الساب السي خمسة بقى هنا اللي هي اللي هنا ديت دي ودي طيب انا عامل ايه هنا اعمل حاجة على الساب عامل لها ريليز يعني ريليز يعني مفيش مومنت حيجي هنا انا خليعها خالص خليعها منع الساب ممكن نربع كده ونشوف رسمتها بص لو تاخد بالك مفيش مومنت جيمي هنا خالص اهوت انا عامل ريليز من هنا تمام يعني ايه يعني مفيش مومنت طب ايه حيفرق معي في ايه لأ هقولك بحيفرق معي في ايه حيفرق معي كتير جدا سي خمسة اهوت سي خمسة انا بجيب الديمنشن العمود اي بي ستة مية طيب ويبتق الايه الكطاعات بتاعتي والاعرضه الطول وكده طيب مفيش مومنت لان انا عامل ريليز طيب انا مفيش مومنت يبقى بياخد السيكنس المينمم اللي هو ستة ميلي في الفلانج والوان الاند بليت مفيش مومنت يبقى انا هاخد الال بنفس الطول مفيش مشكلة البي بنفس الهر والسيكنس مينمم باثناشر ميلي كله شغال على المينمم مفيش مومنت طب البولت بيقولك مينمم باخدها بمينمم اربع مسامير انا لو مفيش مومنت باخد المينموم بالنسبة للسيكنس باخدها بستة ميلي بالنسبة للسيكنس البليت باخدها باثناشر ميلي بالسيكنس لعدد المسامير باخدها باربعة مسامير تمام؟ طيب اول حاجة بقى عندي السي ستة دي اللي هي فين؟ السي ستة هات التكلة طبعا انتو عارفين احنا عاملين هنا على القناة كورس لبرنامج التكلة وشرح اليه كامل لو حد هتتفرج عليه هيعرف ازاي يتعلم ويحترف التكلة ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بيس بليت ده دي كونكشن بتبقى مع العمود الخرصانة بيبقى بعرض العمود ومضطر فينا شوية من اربع اتجاهات وبيبقى فيه مصمرين من هنا ومصمرين على حسب مصمرين او مصمار على حسب تصميمة والجوايد دي بتدخل جوه الخرصانة تمام؟ تمام طيب نعرف نصميمه ازاي؟ بيقولك العمود بتاعها اي بي 500 يبقى انا هتعمل مع العمود ادي 500 و500 طيب انا بفرد ان سيتنس الفلانجي والويب بستة مال طيب هنا فيه مومنت لابقى طبعا مفيش مومنت حسب برلاكايز بتاعتك هنا مفيش مومنت فانا بجيب الاريا توتل بجيب الاريا فلانج والاريا ويب عبارة عن ايه؟ يبقى انا عشرين في ستة من عشرة زائد اربعة في تمانية عديت تمانية واحد اتنين تيطرة هي هي نفس رسمة بس ان هيمناها يعني ويجيب الاريا الويب عديل اتنين فيه اربعين الويب الصغير اربعين في ستة من عشرة جيبنا الاريا توتل بجيب اليتشيك وان بس عند بوينت وان عند بوينت تو بس سوري مفيش بوينت وان هنا لان مفيش حملة هيقصر عليها هنا تمام؟ وبشارك على السيتنس تمام؟ وبعد كده بجيب البيس بليت بقى بيتصمم ازاي بيقولك ان ال ال بتساوي خمسين زائد عشرة ال خمسين دي خمسين هي بتاعة العمود تمام؟ وبعمل حسابي ان هنا فيه نوع خمسة ملي وهنا فيه خمسة ملي نفس الموضوع كده بيبقى فيه هنا خمسة ملي وخمسة ملي اربعين اتجاهات خمسة ملي تمام؟ تمام ادي كده هو ال ال خمسين زائد عشرة وهنا قالك ان ال بي اخدها بيعشرين زائد خمسة يعني اتنين ونص ونص انت برحتك بقى استخدها بخمسة كله وخمسة انا شايفها بخمسة حلو بيجيب حاجة اسمها الاسترس اللي جاي على الخرصونة بيساوي ايه بيساوي النورمال على ال بي في ال النورمال باربعة عشرين وسبعة في الف على الستين في خمسة وعشرين اهمت دي ال بي المساحة اللي هو الحملة على المساحة النورمال اللي جاي على المساحة الكلام ده بقولك ميزدش عن سبعين كيلو طلعب ستة شارة واربعة اقوله تمام سيف فيه بقى عندي ام وان وامتو ممن تبقى بيجيبوا ازاي؟ بنحول الستة شارة واربعة دي للطن في ايه؟ في ستة بوينت اتنين الخمسة في تلاتة بوينت واحدة 2.5 ايه المسافة دي و ايه الحاجات دي؟ هنلاقي هنا ان دي الو ت بي و دي حاجة اسمها وبين 9 5 H وي وبين 8 B F يعني المسافة دي بتساوي وبين 8 B F والمسافة دي بتساوي وبين 9 5 F يعني دي نسبة بنعوض بيهم ونشوف المسافة دي هتطلع بكام ونجيب M1 عند ال M عند الوش هنا وبنجيب M2 على حسب فين الوش بداعك انت بتفرض وتشتغل وبناخد ما بينهم ايه القبر خدناهو اليوز M1 وبين 3 2 وال D للبليد بتساوي جزر 6 M على FB في B طيب T بلانش T بليد سوري 6 في O.3 2 على O.5 8 2.4 في 1 B بواحد تمام يكون دي عشان نجيب هنا اطلع 1.17 هناخدها ب 12 ميلي يعني هي ترى هنا بطريبا ب 12 سنتي بواحد واتنين من عشرة تمام هنا بنصمم حاجة اسمها الأنكورز مش بنصمم بول تمام بنفرض ان هما اتنين أنكورز Q على ال N ال Q معنا وال N ليه العدد اتنين بواحد بوينت ربعة خمسة ال Q أنكور على P تربيع على الربعة بيقولك بيساوي ثم بوينت راتة خمسة في فيلد بتمانية من عشرة طيب ال Q معي البي في الفاي تربية على الاربعة معرفهاش. بتسياء او بوين رائدة خمسة في الافيلد باتنين واربعة وتمانية من عشر. عشان اطلع الفاي. الفاي طلع معاه بواحد بوين ستة خمسة يعني انا هقوله اختار فاي تمنتاشر ميلي. الفاي ده اللي هو كتر سيخ الحديد اللي هيدخل في اللي هو الانقر يعني. انا بختاره بتحط سيخ حديد. تمام? ادي او اتنين. لو هايستو اربعة هنحط اربعة كده ويبقى في المنتصف. يبقى انا كده عرفت كمان بطلع طول الانقر ازاي. وبطلع الفاي بتاعت سيخ الحديد اللي هيتحط هنا. سي سبعة نفس الموضوع. برضو. وبجيب بتاعي وبجيب شركات وبشوف الويلد بيتلعب ستة من عشرة على بقول. ان ما بيبقاش فيه تأثير كيبر هنا على الويلد. وبطلع بتاعي وبطلع هنا. وبطلع الانقرز بتاعتي وبطلع الكتر اللي انا هاختاره كام. تمام? يبقى انا كده صممت الكنيكشن هدي نبص هنا ادي اهوة البليت بتاعي. وادي الانقر بتاعتي بتبقى عبارة عن سيخ حديد ممكن يبقى اتنين او ممكن يبقى اربعة على حسب تصميمك. والفلاجات هنا العرض هنا اللي بيطلع شوية بيطلع فيه خمسة وخمسة او اتنين ونص واثنين ونص على حسب الطول الاجبر. والتصميم بتاع السهل خالص زي ما احنا شوفنا. واحنا كده صممنا كل انواع الكنيكشن. ادي كده خلصنا كولوم مع الرافتر. الرافتر مع الرافتر لو فيها هونش او ما فيهش. والكولوم مع البيم اللي هي زي سي خمسة اللي احنا عم نريليز. والباس بليت اللي هو العمود مع الخرص هنا. كده هيبقى احنا خلصنا كل انواع الكنيكشن. وخلصنا كمان كرس المحترفين. ولو عاوز كده تبقى محترف في الستيل تبدأ تشوف الكرس بتاع المبتدئين. وبعد كده ونتقابل ان شاء الله في كرسي جديد على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى